أحياناً الشكل يغرنا ولعبد مؤمن خير من مشرك يعني خير من حر مشرك ولو أعجبكم أيضاً ولأمة مؤمنة خير من مشركة يعني من حرة مشركة ولو أعجبتكم كم تدر تجارة المخدرات والخمور وتزوير الأموال في العالم كثير لكن ما مدى البركة فيها أو الخير لا شيء إنه لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت النار أولى به كما جاء في الحديث الصحيح الآية هذه فيها إعلان لنا بأن الأنظمة غربيها وشرقيها أن الأنظمة غربيها وشرقيها إذا كانت مخالفة لشرع الله فهي خبيثة مهما كانت طيب حين يقول واحد لكن هذه كما يقول اللوجيك فيها منطق ولو أعجبك كثرة الخبيثة لا يغرنك وقال بعدها فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون هو يريد أن ينفرنا من الخبائث فيجب أن ننفر منها فاتقوا الله بترك المحرمات التي حرمها وفعل الواجبات التي أمر بها من هو الفقيه الذي يذرك الفرق بين الطيب والخبيث بعض الناس لا يستطعمون الطيب ولا يستطيع أن يفرق بينه وبين الخبيث وعنده أن الأمر سيان بل ربما يحلو عنده الخبيث والطيب عنده مر بل إن بعضهم يذهب للممسات الفاجرات وربما يكون فيهن من الأدواء والأمراض والمساوئ ما العلم إلا الله ويترك زوجته الحلال العفيفة وقد تكون أجمل من أولئك الممسات فاتقوا الله يا أولي الألباب أصحاب العقول السليمة اللب هو العقل إذا أردتم الفلاح يا أصحاب العقول فعليكم تقوى الله والعقل في القلب ومتصل بالدماغ جاء تفسير التقوى عن جمع من السلف ومن تفاسيرهم الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وكذلك قالوا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله فاتقوا الله يا أولي الألباب اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايا يا أولي الألباب يا أصحاب العقول يا أصحاب البصائر يا أيها الناس احذروا من الجلي وراء الشهوات والملذات يا أولي الألباب والعقول لا تغلبنكم الشهوات على عقولكم ولو رأينا ما الناس عليه اليوم في أنحاء العالم فكثير منهم والله يغشى الخبائث لدرجة أنه في بعض البلدان أيها الإخوة تؤكل الحشرات وتوطأ المحارم وتأخذ المكاسب الخبيثة وتسمى الآثام بأسماء جميلة فتسمى الخمر مشروبات روحية كأنها يعني تغذي الروح وتنفع الروح وهي تضرها غاية الضرر كذلك يسمون الزنا والفاحشة حب ممارسة الحب مارس الحب معها الحب أي حب هذا وأهل الفجور والنفاق والكفر يعجبهم الخبيث وربما يستكثرون منه ويقولون إذا تحرجتم منه هاتوه على مسؤوليتنا استهزاء وسخرية يا أولي الألباب ابحثوا وتمعنوا في الحقائق يا أولي الألباب تدبروا واعرفوا بماذا جاء الشرع يا أولي الألباب ينبغي أن تهديكم ألبابكم إلى الحق وأن ترشدكم إلى الصواب وأيضا فإنه ينبغي أن لا تجرفنا كثرة الخبيث وتؤثر علينا في تغيير الحقائق فالطيب طيب والخبيث خبيث والتمويه الذي يحصل والخداع والتلبيس والتضليل من البعض أولي الألباب لا ينطلع عليهم ثم الأمر بالتقوى يستلزم الأمر بالنظر في تمييز الأفعال حتى يعرف ما هو التقوى في هذا الأمر وفي قوله لعلكم تفلحون إشارة إلى استبانة سبيل الخبثاء والتمييز بين الخبيث والطيب والبعد عن طرق أهل الخبث والفساد وقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية قل لا يستلزم لا يستوي يعلم الدعاة إلى الله كيف ينورون الناس قل لا يستوي الخبيث والطيب فإذا الدعاة الله يقولون الناس احذروا وانتبهوا من مساواة بين الأمرين المساواة بينهما خطير جدا فضلاً عن تلبيس وتضليل الناس يعني عندنا درجتان سيئتان لكن واحد أسوأ من الأخرى التسوية بين الطيب والخبيث الدرجة الأسوأ جعل الخبيث طيباً والطيب خبيثاً وهذه مصيبة المصاري نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحرص على الطيب في عقيدته وعمله وأخلاقه وكسبه أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة الآن في مصر جوال زاد لمشتركي بودفون رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايل بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد للإشراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم تسعة وتسعين تسع وتسعين واتبعي التعليمات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا أغسل شكرا